موسيقى مشاهدين أهلا بكم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الواحد والعشرين من قوت بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منهم وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية وبني القرار على الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها وتؤكد الجمعية العامة بإعلان هذا اليوم الدولي على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته ووفقا لبيان الأمم المتحدة غالبا ما يكافح ضحايا الإرهاب والناجونة منه لإسماع أصواتهم ولا يجدون من يلبي احتياجاتهم ويؤيد حقوقهم وغالبا ما يحسون بالنسيان والإهمال بمجرد تلاشي التأثر الفوري للهجمات الإرهابية الأمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة عليهم حول هذا الموضوع الهام نبدأ النقاش مع ضيوفنا من تونس أستاذ الطب والأنثروبولوجيا البشرية الأستاذ أحمد دياب ومن بسكرة في الجزائر الكاتب والشاعر الأستاذ علي علوي ومن القدس المحتلة المحامي والناشط المقدسي الأستاذ بلال محفوظ وستنضم إلينا أيضا المكلفة بالعلاقات الخارجية لتنسيقية عائلات المختطفين الأستاذ فريدة أغليسي أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا وأبدأ معك دكتور أحمد شكرا لوجودك معنا اليوم من تونس دكتور أحمد يعني كلمة الإرهاب كلمة فضفاضة اليوم واليوم نركز حقيقة على الناجين من الإرهاب خاصة في دولنا التي تشهد صراعات سياسية وحروب كذلك نتحدث عن أهمية الدور الذي يطلع به الضحايا في التصدي للإرهاب ومكافحة التطرف العنيف كيف لنا بداية أن نفسر مفهوم الإرهاب خاصة أن اليوم كلمة كبيرة وفضفاضة تفضل سيدي شكرا تعريف الإرهاب فعلا أصبح فضفاضا لأن كل منا يسقط أمره ومشكلته على هذا المصطلح فالدولة نفسها أو بعض الزوال التي تحارب دولا أخرى أصبحت تتكلم عن الإرهاب المشاكل الإرهابية أصبحت كذلك تمسو البيئة والبيئة مهددة فعلا ومحيطنا مهددة فعلا ولكننا أصبحنا نتكلم عن إرهاب بيئي أي هذه الأوساخ المتراكمة وهذه المشاكل أصبحت إرهابا الهجرة غير المنظمة أصبحت إرهابا إرهابا من جهتين هي إرهاب لمن يتقبل هذه المجموعات بعشرات الآلاف مثل مدينة صفاقص تتقبل عشرات الآلاف من المواطنين من جنوب الصحراء وهم كذلك مرهب بهم لأنهم يذهبون حيث لا يدرون يأتون يقدمون إلى تونس دون جوازات سفر ودون تعريف ولا يعلمون من قدم بهم إلى هذا البلد أو البلد الآخر من مر بهم من الجزائر من مررهم من ليبيا إلى غير ذلك هم لا يعلمون حتى المدينة التي هم بها والمدينة أصبحت كذلك تتأثر إلا هناك ينتج عن هذا إرهاب أقتصادي للمدينة هذه المدينة اقتضت فيها عشرات الآلاف من أفارقة جنوب الصحراء وأصبحت مرهقة ومرهق كاهلها بهذه المجموعات التي هي دون هوية دون هوية أنت تجتمع إلى هذا المواطن المرهب والمرعب والذي هو ضحية مجموعات أو بعض الدول كذلك تسأله عن هوية هو لا يعرف من أي بلد في يوم من الأيام يقول لك أنه من مالي وفي اليوم الثاني من النجر ويوم الآخر من بوركينفاسو ثم من كوديفوار وتسأله عن جواز السفارة هو ليس له جواز السفار عن بطاقة هو ليس له بطاقة تسأله عن اسمه يغير اسمه في كل يوم إذن المجموعة في المدينة أصبحت مرعبة من هذه المجموعات التي هي رهب بها والذين يذهبون ضحية في البحر نصفهم يذهب ضحية في هذا البحر المتوسط تأكلهم الحيتان الكبرى والصغرى قبل أن يكونوا قد أكلوا من هذه الحيتان البشرية التي رمت بهم مع دفع ستة ألف دولار وغيرها رموا بهم حيث لا يدرون هذا كله ينتج عنه إرهاب أقتصادي ناهيك عنهم ضحايا والضحايا كثر ضحايا الحرب ضحايا الإرهاب المعروف كان الإرهاب في تعريفه القديم إرهابا دينيا الحشاشين كانوا يرهبون بعض الأمراء أو بعض المجموعات كانوا يجتمعون ويقتلون بصفة سرية هذا كان هو الإرهاب هناك كذلك إرهاب من بعض المجموعات الدينية في فلسطين وغيرها وهو إرهاب حقيقي ولكن هذا المصطلح تذل وأصبح عاما يشمل تقريبا كل مشاكل البشرية نعم اسمح لي سيدي أنتقل للأستاذ علي علوي سيدي الكريم أهلا وسهلا بك بداية يعني عندما نتحدث عن الإرهاب والتطرف هل هما وجهان لعملة واحدة؟ أولا السلام عليكم شكرا على الدعوة الكريمة ومرحبا بك أهلا بك كرام والمشاهدين الأفاضل دعينا أولا نحاول شرح مفهوم الإرهاب الذي لم يتفق عليه الخبراء لحد الآن صحيح فكل واحد يراه من جهته مثلا أنا أرى المقاوم الفلسطيني بطلا ومقاوما ويراه الغرب إرهابيا أنا أرى الكيان الصهيوني إرهابي والغرب يرى الكيان الصهيوني مضطهد ومهدد في أمنه إذن الإرهاب في الحقيقة لا هوية له ولا دين له يتفق ربما في أمر أو أمرين هو من نفس اللون هو كله ظلام ويتفق أيضا في المذاق فطعمه مر على الجميع باختصار كل ما يمس كرامة الإنسان وأمن الإنسان هو إرهاب والأوجه متعددة ربما ضيف الكريم حصر الإرهاب في بعض النقاط وركز كثيرا على هجرة أهل الجنوب إلى تونس فالتفاصيل كثيرة والأمثلة كثيرة فهناك الإرهاب الثقافي الإرهاب السياسي الإرهاب الاجتماعي الإرهاب النفسي أعطيك مثلا بسيطا ظاهرة اختطاف الأطفال هو نوع من الإرهاب والتخويف للعوائل والأطفال يعيش الأولياء في رعب ينتظرون بالطوابير تنتظر أبناءها أمام المدارس هذا نوع من الإرهاب فالإرهاب له أوجه كثيرة التخويف ببعض التشريعات إرهاب هناك أنظمة تمارس الإرهاب على شعوبها هناك أنظمة تمارس الإرهاب على شعوب بأكملها فالإرهاب يعني ظاهرة المخدرات هي نوع من الإرهاب الناس تعيش في رعب من هذه الظاهرة المتفشية فالإرهاب له أوجه كثيرة ولم يتفق الخبرى لحد الساعة من تحديد مفهومه هناك مثل وأختم بهذا هناك مثل صيني قديم يقول أقتل فردا لتخويف عشرة آلاف اسمح لي سيدي أنتقل إلى القدس المحتلة معي من هناك المحامي والناشط المقدسي الأستاذ بلال محفوظ أهلا وسهلا أستاذ بلال شكرا لوجودك معنا اليوم عندما نتحدث عن مفهوم الإرهاب وكيف تلاعبت به بعض الدول الغربية كأمريكا مثلا تاريخيا لوائم مصالحها في المنطقة بالفعل المصطلح الإرهاب أنا أعتبره أحد الوسائل الاستعمارية عندما تتحدث عن مفهوم الإرهاب لماذا ترفض الدول الكبرى حتى الآن تصطير مفهوم للإرهاب مع أنها اتفقت على كثير من المفاهيم لذلك هي تخشى إن سطرت مفهوما معينا للإرهاب أن تقع هي نفسها فيه أنظر إلى فرنسا في إفريقيا ترتكب أبشع المجازر وترتكب أبشع المشاهد والاستعمار في كل الدول إذا عدنا حتى إلى الجزائر إلى المغرب إلى تونس كيف مولت حركات يمينية متطرفة من أجل قتل مشاريع مثلا دموقراطية في هذه الدول في أيضا إذا رحنا إلى مصر إذا جينا إلى فلسطين دولة الاحتلال مثلا إسرائيل ارتكبت العديد من الجرائم المعرفة أصلا حتى في ضمن قوائم الجرائم الدولية وجرائم ضد الإنسانية ومعترف فيها ومصرح فيها ضمن اتفاقيات جينيف والهاي وغيرها من الاتفاقيات أيضا أمريكا استعملت حق النقد الفيتو ضد القرارات التي تصدر بالإدانة ضد دولة الاحتلال مثلا استعملت ما يقارب مئة مرة حق النقد الفيتو لوحدها يعني كان مجلس الأمن بالكامل مجتمع على ضرورة إدانة بعض الأفعال التي تشكل إدانة لدولة الاحتلال إلا أن أنولايات المتحدة الأمريكية تفردت وقالت فيتو وبالتالي أعطت الضوء الأفضر لدولة الاحتلال بممارسة المزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الإنسان وفرض سياسة الإرهاب على الأطفال وعلى الشيوخ وعلى العائلات اليوم المواطن الفلسطيني لا يستطيع أن يسير بأمان مثلا في الطرق الخارجية لأن المستوطن مسلح المستوطن محمي بجنود الاحتلال المسلح مدجج بأسلحة متطورة والفلسطيني مراقب وتحت الكاميرات المتعددة نعم أستاذ بلال معلش أتوقف هنا عند نقطة هامة يعني في الإعلام الغربي دائما يعني نرى أنه هناك يعني يتم الحديث عن الجلاد الجلاد والضحية على سواء يعني مثلا لو فلسطيني دافع عن أرضه أو عن بيته يقال عنه إرهابي يعني تغيرت المفاهيم فيما يخص الإرهاب بينما في الماضي كان يسمى مقاتل من أجل حقه أو فدائي من أجل وطن أو إلى آخره تغيرت المفاهيم لدرجة أنه اختلط هذا المفهوم لدى الجيل الجديد يعني لم تعد تسمع خاصة بين أبناء الجيل الجديد عندما تسمع كلمة فدائي تستغرب أو مقاتل يعني يقال أنه هذا إرهابي لأنه يقتل مدنيين وبالفعل اختلط الحابل بالنابل نتيجة عملية التشويه الإعلامي الاتفاقيات الدولية كلها أقرت على أنه أي دولة أو أي شعب يرزح تحت الاحتلال من حقه الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة لأنه يدافع عن أرضه يدافع عن سيادته يدافع عن حقه في الحياة يدافع عن حقه في التنقل في السكن كل هذه الحقوق مدافع عنها وبالتالي هي من الحقوق الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها وهذا ما يقوم به الشعب الفلسطيني بأنه يرفض موجود الاحتلال حتى في الطفة الغربية أو المناطق المعروفة 1967 أيضاً هذه المناطق الموجود فيها أبناء الشعب الفلسطيني والتي أقرت اتفاقية أوسلو بأنها جزء من الأراضي الفلسطينية وجاءت اتفاقية تقسيم وجاءت كل الاتفاقيات وأقرت أنها أراضي محتلة تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ويحق لأبناء شعبها ممارسة كافة الحقوق إلا أنه من شوف الإعلام الدولي بدأ يستخدم وطيرة أنه الإرهابيين الفلسطينيين المنظمات الإرهابية مثل حماس وفتح الأذرع الإرهابية مثل عز الدين القسام وشهداء الأقصى وغيرها من الفصائل الفلسطينية وبالتالي الترداد لهذه المصطلحات مع وجود قنوات عربية للأسف تعمل بأجندة أمريكية صهيونية تردد عبارات مثلاً قتل شاب فلسطيني ولا يقول استشهد شاب فلسطيني يقول قام إرهابي فلسطيني ولا يقول قام فداء فلسطيني فهنا مثلاً حتى هذه القنوات للأسف الممولة تمويلاً مسموماً من أجل العبث في ثقافة جيل كامل الآن لا يستوعب بأن له الحق في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل نعم ودعني هنا أتوقف أن المسألة يعني الرواية الإسرائيلية تقول عندما يعني يتم مسألتها فيما يخص المعتقلين الأسرى إن كانوا من الأطفال أو النساء أو حتى كبار السن يعني التهم جاهزة بأن هذا الطفل كان يحمل سكيناً يريد أن يقتل مثلاً مستوطن هذه المرأة كانت تريد أن تفجر نفسها يعني على يعني المعابر مع جنود إسرائيليين وبالتالي هناك اتهامات جاهزة إلى أي مدى هؤلاء الأسرى هم ضحايا لهذا الإرهاب وهم يتهمون بالإرهاب ولكنهم هم ضحايا بدرجة الأولى هو الحقيقة أنه لابد أن نرى الصورة بالعكس بأن هناك قوة احتلال جاءت وغصبت الأرض الفلسطينية حتى المناطق المعروفة بـ 67 اللي احتلت عام 1967 المعترض فيها دولياً بأنها تقع تحت احتلال كامل وكذلك قطاع غزة هذه المناطق شعبها يحق له مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وبالتالي ما يقوم به من أعمال حربية حتى لو كانت أعمال يعني فيها سكين أو فيها عملية تفجير أو فيها كل هذه الوسائل بحسب القانون الدولي هي مسموحة لذلك من يقوم بها لا يعتبر إرهابي بأي شكل من أشكال عندما تقوم بعملية في داخل مستوطنة المستوطنة مقامة على أراضي بنيت في المناطق 1967 سكان هذه المناطق هم معتدون هم مسلحون هم جزء من هذه المنظومة الاحتلالية لذلك بحسب القانون الدولي يجوز أن يكون هناك أي تصرف وحق لسكان هذا الإقليم اتخاذ كل الإجراءات ضدهم إلا أنه المنظومة الموجودة حالياً تقوم باعتبار أن هؤلاء إرهابيين يقوموا بقتل مدنيين طب هو المستوطن الذي يسكن في المستوطنات المتواجدة بالضفة الغربية مسلح بكل أشكال التسليع ومحمي بجنود ومحمي بعساكر لها أول وليس لها آخر وبالتالي من جاء بالاحتلال هو الإرهابي وليس من يقوم برد فعل على وجود الاحتلال هو الإرهابي لأستاذ بلال سأذهب إلى الدكتور أحمد الدياب في تونس مرة أخرى سيد الكريم لماذا لا نتحرر من مصطلح الإرهاب لأن الإرهاب مثلاً حل في تونس وهو إرهاب حقيقي عندما اغتيل بطل محمد البرهمي هذا إرهاب هذا إرهاب من حركة إرهابية لم نكن لنعرفها في هذا البلد لما أغتيل أقول أغتيل أو استشهد الشكر بالعيد هذا زعيم مدني لم يكن يحمل سلاحاً واغتيل من طرف ميليشيات إسلاموية قتلته وإلى اليوم لا نعرف من قتله بحق نحن نتوهم أو نتوجس أو نتوقع أنهم يحملون فكرا إرهابياً فكرا إسلاموياً إرهابياً ولكن لا نعرف ولكن لا تعرفون من فعل هذه الفعلة حقيقة ولذلك لا يجب أن نحدد جهة بعينها ليس كذلك؟ طبعاً الفعل المباشر حصل وتم بواسطة أشخاص معروفين ولكن من كان وراءهم ربما حركات سياسية متطرفة لم نكن لنعرفها من سنة 56 أي من الاستقلال إلى سنة 2011 هذه أعمال إرهابية فعلاً قتل بعض الجنود في الشعنبي هو عمل إرهابي قتل بعض أعوان الحرس الوطني الرئاسي في شارع محمد الخامس هو عمل إرهابي قتل السواح في سوسة وفي متحف باردو هو عمل إرهابي ما من شك في ذلك وهناك اليوم أنواع أخرى أبشع من الإرهاب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يفرض على هذا البلد أن يكون مختصباً اقتصادياً ومختصباً نعم وأيضاً دكتور أحمد أيضاً عذراً على المقاطعة يعني هناك أيضاً تكميم الأفواه ومنع حرية التعبير هو أيضاً نوع من الإرهاب اعتقال نعم اعتقال مثلاً النشطاء السياسيين تكميم للأفواه هو إرهاب فعلاً ما من شك إن كان إن وجد وكل أشكال الأشكال المنع التي تعصف بالشعب الذي يتوق إلى الحرية والديمقراطية هو كذلك من هذه الأنواع الإرهاب ولكنه إرهاب من نوع آخر إن وجد فهو إرهاب بالطبع وهناك طبعاً بلدان فيها دكتاتورية أبشع مما يوجد في شمال أفريقيا ولا نتكلم عنها لأنها مكموة يعني الإرهاب مرفوض في أي بلد وفي كل البلاد سيدي الكريم التي مدفوعة الأجر طبعاً تدافع عن هؤلاء الأمراء وغيرهم اسمح لي سيدي أذهب إلى الأستاذ علي علوي أستاذ علي علوي من الضروري أن نتحدث عن بصطلح الأرهابي وأثره في العمل الإنساني هذه مسألة في غاية الأهمية خاصة نتحدث هنا عن دول فيها صراعات سياسية فيها حروب يعني حتى العاملين في الحقل الإنساني اللي يذهبوا لمساعدة المحتاجين اللي تشردوا من بيوتهم التي دمرت هم أيضاً يتعرضون للمساءلة وأحياناً يتم اتهامهم بأنهم إرهابيين لو سمحت لأستاذ وجدان قبل أن أجيب على هذا السؤال وذكرت المصطلحات لدي ملاحظة فقط في تصريح أخي الأستاذ المحامي من فلسطين وأخي الدكتور من تونس علينا أن نحذر من بعض المصطلحات لأننا يجب أن نقاوم هذا السم في المصطلحات لكي نربي أجيالاً على مصطلحات صحيحة فأخي المحامي من فلسطين قال دولة الاحتلال وأعتقد أن هذا المحتل هذه العصابة لا نستطيع أن نسقط عليها كلمة دولة فمفهوم الدولة أمر آخر أفضل أن يقول عصابة الاحتلال عوض دولة الاحتلال لأنهم ليسوا دولة ثانياً الملاحظة التي أريد أن نوجهها لأخي الأستاذ الدكتور من تونس قال لا ندري من قتله ولكن قتله إسلامويون هنا أتذكر ما حاولت أن تفعله أمريكا والغرب في إعطاء صورة محددة لكلمة إرهاب وألسقتها في أذهال أجيال لما نقول إرهاب نتذكر إنساناً يعتنق دين الإسلام له لحية فويلة وقميص هكذا أرادوا أن يرسخوا هذه الصورة في الأذهان مع أن الإرهاب كما ذكر أخي المحامي من فلسطين مارسته فرنسا وغيرها من الأنظمة المستبدة ولازالت إلى يومنا هذا فرنسا تقتل الجزائريين من 1032 إلى يومنا هذا من خلال الألغام أو حقول الألغام التي زرعتها في صحرائنا الجزائرية وربما في تونس وفي المغرب أيضاً ما زالت تقتل الجزائريين إلى يومنا هذا وهذا الأمر أصبح يرهب الناس ويترك ضحايا كل يوم إذن المنظمات التي ذكرتها يعني فيه شقين في الأمر هناك منظمات مشبوهة هي تحمل غطاء إنساني للمساعدة في الحقيقة واكتشف أنها تمرر أو تنفذ أجندة لجهات مختلفة ولهذا يعني الأمر ليس بريئاً يجب أن نعالج هذه النقطة نقطة المنظمات الإنسانية يجب أن نعالجها بحذر هناك منظمات إنسانية صالب الأعلى الدولي أو كذا دخلت في هذا الإطار أو بهذا الغطاء ولكنها كانت ربما للجوسة ساء وكذا 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 فلهذا علينا أن نكون حذيرين في تناول هكذا مواضيع لأن الأمر أصبح غير آمن يعني ربما أعود إلى يعني ذكرت نقطة في غاية الأهمية أنه الغرب أحياناً يعني ألسق تهمة الإرهاب أستاذ علي بالإسلام لدرجة أنه هنا في الغرب الجالية المسلمة تعاني الأمرين هناك مشكلة الإسلموفوبيا يعني وقد نجحت نسبياً في ذلك يرونها إرهابية من تحافظ على لباسها الشرعي في الغرب هي مضطهدة فرنسا اليوم مثلاً تمارس الإرهاب على المرأة المسلمة حتى المرأة المسلمة الفرنسية العرق على الرغم من أنه قوانينهم يعني أعرف حالة لفرنسية فرنسية العرق هاجرت إلى أمريكا لأجل الحفال على حجابها نعم على الرغم من أنه القوانين الأوروبية يعني قوانين تحترم حرية الرأي والتعبير والأديان وعدم ازدراءها طبعاً ليس كل الدول تختلف من دولة إلى أخرى نعم من دولة إلى أخرى هناك دول تحترم الإنسان وتحترم عقيدته ولباسه وهناك دول متشددة مع المسلمين وغلق النوادي الثقافية مثلاً الإسلامية أو كل ما هو له طابع ديني الإسلام في الحقيقة محارب في الغرب ووجدوا هذا الغطاء غطاء الإرهاب لمحاربة الإسلام نعم مع أنهم يرون في كل يوم أن المعتنقين للإسلام في تزايد كبير نعم في عقر دارهم نعم اسمح لي أعود إلى الأستاذ بلال أستاذ بلال يعني على الرغم من أن أعمال الإرهاب محظورة بموجب مجموعة عريضة من الأنظمة القانونية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني في أثناء النزاع المسلح يعني لا يوجد تعريف عالمي للإرهاب بموجب القانون الدولي لماذا؟ لأنه ستسقط الدول الغربية ستسقط الدول الاستعمارية في هذا الفخ ودعيني بس أعرج قليلا على ما تفضل به أستاذ علي أنا قصدت بدولة الاحتلال فقط بالمفهوم الدولي يعني ليس اعترافا مني بدوليتهم ولكن بالمفهوم الدولي بمجلس الأمن هي دولة المسألة الثانية على مفهوم للإرهاب الإسلامي بالفعل هو قضية إلساق التهم دائما بالإسلاميين هي أسهل شيء أنا شفت قبل فترة أحد الضباط الفرنسيين ومجنوعة من الجنود خرجوا واعترفوا عن الجرائم التي ارتكبوها في الجزائر وقال كنا نلبس الذقون وكنا نلبس الدشديش واللفات على الرأس وما شابه على العمائم حتى بقول أنه في مرة من المرات الذقن المصطنعة هذه اللي بنت الحرط بمغيطة نسي نزلها نتحت مع الحر فنسي يرجعها محلها يعني هو دخلوا يقتلوا الناس وهو ناس يرجعها فشوفي كيف أنه حتى الفرنسيين استعملوا اللباس الإسلامي واستعملوا العدة الإسلامية من أجل تمرير مفهوم وتعزيز مفهوم بأن الإرهاب ملتسق بالإسلام الحقيقة إذا ذهبنا أيضا إلى دول مثل ما تفضل الأستاذ علي أنه في مثلا دول مثل السويد مثل بعض الدول الإسكندنافية مبارح فقط أخذوا ولد من أهله لأن أهله علموا أن الشذوذ محرم في الإسلام يدخلوا إلى بيتهم ويأخذوا هذا الشكل من أشكال الإرهاب أنت كيف تتمنعني من تعليم عقائدي ومفاهيمي تجاه التصرفات وتجاه السلوكيات العامة من أجل إبداء هذه السلوكيات لأبنائي وأجيالي القادم أضف إلى ذلك أستاذ بيلال حرق المصحف الشريف هذا إرهاب أيضا بالفعل نحن مشاهدنا أنه أعطي تصريح لأكثر من شخص أن يحرق المصحف الشريف في المقابل شخص يعني عراقي أراد أن يقوم بعملية دعنا نسميها يعني ورقة جوكر معه قدم تصريح لحرق التوراة والإنجيل فرفضوا إعطاءه التصريح يعني شوفي حتى كيف الإرهاب حتى بالتصريح حتى بالحرية هناك إرهاب بالعودة إلى سؤالك أستاذة وجداد إحنا منشوف أنه في العلاقات الدولية الأقوى هو الذي يفرض الحق إحنا شوفنا أنه العراق هدم عليه ومورس ضده أكثر من حرب وختل الأنفال العراقيين والنساء والشيوخ بحجة وجود مفاعلات نووية وغيرها دولة الاحتلال إسرائيل منذ العام 1951 ولديها مفاعل نووي وعندما اعترف به فعنونه أحد الإسرائيليين الذين كانوا يعملون في هذا المفاعل خرجت للعلن في العام 88 وكلنا نعرف قصته وقال بأنه شوفش عنده فيش بدولة الاحتلال مفاعل نووي أنا كنت أشتغل فيه وخرج للعلن وقدموا أخذهم على المكان طبعا وحبس في دولة الاحتلال عندما ثلنت أمريكا أنتوا بتحارموا في العراق وبتقاتلوا في العراق عشان عنده مفاعل نووي طب هذه دولة الاحتلال لديها مفاعل نووي قال بأنه صحيح أنه لديهم مفاعل نووي ولكنه بأيدي أمينة وبأيدي عقلانية يعني شوف أنت كيف عملية تصفيب الأمور شوف في العراق في قضية بلاك ويتر عندما استعملت القوات الأمريكية بلاك ويتر من أجل القيام بكل الجرائم ضد الإنسانية من يستطيع يقول لأمريكا أنك أنت تعاقدت مع بلاك ويتر وقد كشفت وثائق وكليكس التعاقدات مع هذه الشركة من يستطيع أن يقول لروسيا أنك تتعامل مع فاقنا التي ارتكبت من يستطيع أن يقول للإمارات أنه تعاقدت مع بعض الحوثيين من يستطيع أن يقول مثلا للجيش المصري أنه تعاقدت مع بعض القوات الخاصة من أجل قتل المتظاهرين وعمل حركة في الميادين أثناء الثورة المصرية إلى آخرين وبالتالي العملية الدولية سواء على الصعيد المحلي في الدولة أثناء النزاع ما بين الدولة والسلطة التنفيذية الحاكمة أو ما بين الدول وبعضها البعض الأقوى هو الذي يقول ما هو الإرهاب الذي لديه قوة أكثر هو الذي يقول لذلك ميزان العدل دوليا يعني معووج مطعوج مكسور وهذا سيؤدي إلى انهيار هذا النظام القائم على الظلم والقائم على القوة لأن القوة مهما تمترست ومهما زادت الله سبحانه وتعالى عنده سنن بأنه لا يبقي للظالم مكام ولكن عندما يكون ميزان عدل صحيح تكون هناك استقرار ويكون حالة رخف وهذا ما نتمنى حقيقة أعود للدكتور أحمد دياب من تونس سيدي الكريم أكيد لديك تعليق على ما ذكره ضيفي الكريمين لكن دعنا نتحدث قليلا عن ضحايا الإرهاب يعني على الرغم من غياب الوضوح يستخدم البعض البلاغ اللفظية المنتقصة من إنسانية البشر عبر السياقات التي يوصف فيها الأفراد أو الجماعات بأنهم إرهابيون وهذا اتجاه خطير لسيما أن مثل هذه الشيطنة قد تؤثر على الفاعلين في مجال العمل الإنساني وأيضا السكان المدنيين ممن ينظر إليهم على أنهم إرهابيون أو يتوهم أنهم مرتبطون بالإرهاب في أثناء النزاع المسلح تفضل سيدي سوف أجيب فعلا أعرج على كلام الأستاذ علي العلوي لكن قبل ذلك ضحية الكبرى في تونس هو الشعب بكامله هذا الشعب التونسي الذي كان ينمو ينمو اقتصاده بنسبة 6 أو 7% أصبح في مؤخرة الشعوب اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا نظرا لهذا الحكم الإسلاموي الذي نهب البلاد والعبادة ولم يترك شيئا عندما أقول أن الإرهاب أنما تكلم عن الإرهاب الإسلاموي أنا أعيما أقول علينا أن نعترف أن هناك حركات إرهابية مسيحية وحركات إرهابية يهودية أنت تتحدث عن التطرف طبعا وليس الإسلام المعتدل أنهم تتطرفون في كل جانب سواء كانوا من المسيحيين أو كانوا من اليهود أو كانوا كذلك من المسلمين أو الذين يدعون إسلاما هم الذين أرعبوا وأرهبوا البلاد طيلة عشر سنوات على الأقل ونهبوا كل شيء وهناك مشاهد لم نكن لنعرفها في هذه البلاد التونسية أصبحنا نشاهد ولربما دكتور أحمد هناك من يرى رأي آخر لا يتفق مع رأيك في هذا الصدق نعم هناك من يرى وأنا أرى أن الإرهاب هذا كان إرهابا إسلاميا باسم الإسلامي باعترافاتهم وباعترافات الأناس الذين حكموا البلاد طيلة عشر سنوات اعترافهم اعتراف السياسيين الذين فروا اليوم وهم في فرنسا وفي إنجلترا وفي أستراليا وفي العمارات وفي قطر هؤلاء اعترفوا اعترافا قبل الأستاذ علي يعني هذه تهم خطيرة أستاذ أحمد هذه تهم خطيرة ماذا عن السلطات الحاكمة اليوم في تونس يعني هناك من يقول أنه هي أيضا تمارس الإرهاب اليوم الترهيب يعني أي واحد صاحب رأي يعتقل إلى ما هنالك يعني أنك الكثير من القصص الذين أنا لست محاميا ولست قاضا ولكني مواطن أرى أن في العامين الأخيرين منذ 25 جوليا أصلحت عديد الأمور وموسيقى كثيرا من من أرهب البلاد ومن من عنفها ومن من نهبها ومن من استفرد بالاقتصاد ومن من كان شاذا في تصرفه بالنسبة للبلاد على كل حال هذا رأيك دكتور أحمد ديابي يعني هناك من يرى العكس يعني منظمات حقوقية دولية تقول أن من داخل السجون الآن هم أبرياء من التهم الموجهة لهم تهم الفساد وغيره يعني لو كنت أتمنى أنه يكون أحد من الطرف الآخر يتحدث عن هذه النقطة وأشكرك جزيل الشكر من المواطنين التونسيين في كل استفتاء نجد هذا الاستفتاء ومدونا يا سادة باستفتاء غير هذا الذي أذكره جزيل الشكر دكتور أحمد دياب شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ الطب والانتروبولوجيا البشرية كنت معنا من تونس دكتور أحمد دياب جزيل الشكر لك أعود بعجلة لأستاذ علي علوي أستاذ علي يعني باعتقادك متى نتحرر من مصطلح الإرهاب ولماذا دائما صاحب الحق الآن أصبح يتهم بالإرهاب يعني أصبح إرهابيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مشروع مجتمع نحن في دولنا العربية أو الإسلامية لا نملك مشروعا مجتمعيا واضحا على النخب خاصة أن تقوم بتصحيح المفاهيم أولا وتربية النشأ على المفاهيم الصحيحة ما زلنا في مجتمعاتنا اليوم واحد يعني إمرأة تنادي بحرية المرأة وإمرأة تنادي بالمساواة وإمرأة تنادي بالعدل من الأصح؟ فالمشكلة التي نعيشها اليوم نعيش مشكلة مفاهيم وعلينا أن نصلح هذه المفاهيم الإرهاب الإعلامي الغربي كيف نواجهه؟ يمتلك كل الإمكانيات التي يستطيع غسل العقول بها في مجتمعاتنا إذن حلنا الوحيد وهو أن نلعب دورنا الحقيقي في المجتمع وأن نربي النشأ على المفاهيم الصحيحة وأن ننتقي كلماتنا عندما نقول الإرهاب الإسلاموي حتى وإن قلنا الإسلاموي فالمتلقي كمواطن بسيط يلسقه مباشرة بالدين الإسلامي فهناك من الإرهابيين من لا دين له ولكن أو لا عقيدة له ولكن له أو يتبنى فكر يتبنى فكر شيوعي يتبنى فكر إلحادي يتبنى أي فكر آخر لا علاقة له بالأديان ويمارس من خلاله إرهابه فكيف نسمي هذا؟ إذن تصحيح المفاهيم واختيار الألفاظ مثلا لعقود طويلة كنا نقوله الاستعمار الفرنسي وهذا خطأ صلحه الأستاذ نيت بلقاسم رحمه الله عندما قال الاستعمار هو من يعمر ولكن هذا استدمار إذن اختيارا للكلمات وانتقائها وتصحيح المفاهيم مهم جد جدا لأن لكل مفهوم صورة في العالم شكرا جزيلا الأستاذ علي علوي كنت معنا من الجزائر شكرا لهذه المشاركة أكيد للحديث بقية قبل أن أعود لك أستاذ بلال دعني أذهب إلى الجزائر مع الأستاذ فريدة أغليسي أهلا وسهلا سيدتي الكريمة المكلفة بشؤون الخارجية لتنسقية عائلات المختطفين يا مرحبا شرفتين أهلا وسهلا وسهلا الخير تحية لك ولبنوفك الكرام أهلا وسهلا نتحدث عن ضحايا الإرهاب اليوم حسب الأمم المتحدة يجب دعمهم إدماجهم في المجتمع وعدم الإساءة لهم أو التمييز ضدهم في هذا الصدد أريد أن أسمع منك وأنت قريبة من الضحايا يعني الإرهاب لو سمحتي أرجو أن أسمع منك المزيد في هذا الشأن صراحة أود أولا أن أضيف أن أضيف بعضها لما جاء في تدخل الأستاذين فقضية لسق الإرهاب بما يسمى بالإرهاب الإسلاموي مثل ما ذكر أن هذه الكلمة للمواطن البسيط أو للمستمع البسيط لثيقة بالإسلام وإحنا قدوتنا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحروب كان يأمر لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا أو امرأة أو كبيرا ثانيا ولا معتصم بصماته ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا يعني ولا تهدموا بناءه هذا بالنسبة للجماد وبالنسبة للأشجار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر الترويع فما ذلك بالبشر سيد الكريم نرسل نفسكوش دائما لأننا هذه الكلمة كلمة الإرهاب كلمة فضفاضة جدا صحيح يعني مصطلح لم يتفق على وضعه في محله وضعه في سياقه الحقيقي لأننا نعمة من فداء فلسطين يسمى إرهابي المدافع عن وطنه المجاهد يعني في سبيل وطنه يسمى إرهابي كذلك المدافع عن حقوقه يسمى إرهابي أحبالي في وقت قريب عائلات المختطفين الذين اختطفوا من ديارهم ظلماً وعدواناً يسمون إرهاباً يعني مع ذلك جاءت المصالحة وضعت قوانين لمنع هذا المصطلح يعني هذه التهم إلا أنها الآن تظهر في الإعلام تظهر إحنا حتى أبنائنا في المدارس في وقت قريب كان المدير يسمى إذنة المختطف إذنة الإرهابي يعني هذه الأمور لهذه الدرشة؟ نعم فعلاً وطن نحن تم يعني التظلم يعني بعتنا رسائل الولايات قسنطينة لما تم يعني إعطاء الحقيبة المدرسية للضحايا للضحايا لما اسموهم ضحايا الإرهاب وتم استدناء أبناء المختطفين لأنه ما عندهمش ما يوجد ما يصنى بالوضع القانوني أو ستاتي لا يوجد لعائلات المختطفين أو ستاتي خاص بهم فبالتالي أين يوضعون لأنه إحنا كعائلات مختطفين نرفض نرفض أن نسمى بعائلات الإرهاب أو عائلات أو ضحايا الإرهاب لأننا لسنا ضحايا الإرهاب نحن ضحايا نظام لأنه دوينة تم اختطافهم من بيوتهم ويسمون ضحايا نسميهم نحن ضحايا نظام وبالتالي فهذا المصطلح أرى أن أجمع عليه الجميع لأنه طبعا يخدم ويمكن السيطرة عن الشعوب وبالتالي فالكلمة هذه يجب إعادة النظر ووضع كل مصطلح في مكانه الخاص في مكانه الصحيح لابد من أن نتحرر من هذا المصطلح خاصة أنه له تداعيات خطيرة خاصة على أبناء من اتهموا أصلا بالإرهاب يعني ما ذنبهم نعم ونحن نشوف أيضا بالنسبة للغرب هذا المصطلح يخدم الغرب كثيرا لأنه بالنسبة للضحايا أو المجازر التي ستحصل في حق المسلمين نسكوت عنها لما يكون مثلا يعني تكون جريمة هنا أو هناك تتهم بها هذا الشيء على أمور التنظيم وكذا 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 وصبحت لثيقة بدايش وأخواتها بالتالي يعني يجب أن نفهم نوضح حتى بالنسبة الأمم المتحدة التعريف فبصاب تعريف الإرهاب فبصاب يجب أن يعني يبقى في نعم أستاذ فريدة معلج أنا أريد أن أتوقف معك يعني كيف علشتم قضية يعني اتهام أو التعامل مع أبناء المختطفين بأنهم أبناء إرهابيون والله مع أنه هناك يعني مثل ما بكرت أنه فيه مصالحة وذكروا أنه عدم النبش في جراح الماضي وإلى غير ذلك وفيها فيها تجريم من ينبش في جراح الماضي إلا أننا حتى في وسائل الإعلام أحيانا تكون فيها أمور مثل هذه حتى بالنسبة عبر وقف التواصل الاجتماعي يتفهم اتهامنا بهذا المصطلح لكن ما فيش متابعات يعني حتى وممكن إذا كان واحد يروح للعذالة ما أعتقد أنه فيه متابعات لمن يتهم أبناء المختطفين بأبناء بعائلات عوائل الإرهاب وهذه مشكلة في حد ذاتها طبعا لذلك فنحن نطالب الوضع الكلمة في سياقها وإعطاء كل بحق حق يعني بنسبة العائلات العوائل المختطفين يعطاهم وضع قانوني خاص بهم لأنهم ضحايا فعلا ضحايا النظام بإعتراف النظام طبعا بإعتراف النظام أنه تم اختطافهم من بيوتهم نعم جزيل الشكر لك يا أستاذ فريدة أغليسي عضو تنسقية عائلات المختطفين كنت معنا الجزائر هذه الحصة يعني لا توجد قوانين خاصة تحمي ضحايا الإرهاب لماذا برأيك لأنه حماية يعني ضحايا الإرهاب سيؤدي إلى كشف من قام بالإرهاب ضدهم إذا قوضنا مثلا ضحايا الإرهاب في العراق سيكون نقول أنه الأمريكان هم المجرمين هم هم الإرهاب وبالتالي هل نستطيع أن نقول الإرهاب الأمريكي مثلا كما يقول الدكتور الإرهاب الإسلامي والإسلاموي لأن أمريكا خرج فيها جنود وخرج فيها قادة كبار قالوا نحن مارسنا الإرهاب نحن مارسنا جرائم حرب نحن قمنا بأعمال يند لها جبين الإنسانية نحن اقتصدنا هل نستطيع أن نقول الإرهاب الأمريكي لأنه عملوا سجن أبو غريب وما فعلوه في سجن أبو غريب أو ننسى نعم نعم ننسى ما تقوم به أمريكا في العراق عندما قتلت المسلمين عندما قتلت الناس في السودان وكانت تلقي بالقنابل على الجسور والناس عليها تحتمي بالجسور قامت بإلقاء القنابل على الجسور هل تستطيع أن تخرج أيها الدكتور الحبيب وتقول لي بأنه وهناك إرهاب أمريكا باوي لذلك عندما يقوم البعض بإلساق هذه التهم وهو لربما أخرج الحلقة عن سياقها بيعني تضييقها في الحالة التونسية حتى في الحالة التونسية إذا ذهبنا إلى تونس لربما يأتي شخص ويقول أنه حركة النهضة في تونس لم تمارس الإرهاب لم تطلق رصاصة واحدة لم ترهم أحدا بل ذهبت إلى الصندوق وفازت في الانتقابات من خلال الصندوق وحصلت على نسبة معينة بالبرلمان ومارست صلاحياتها من خلال البرلمان من قام بالإرهاب يقول البعض هو من انقلب على الدستور هو من عطل الدستور هو من أدخل البلاد في هذه الحالة هو من وعد التونسيين بوعودات عظيمة جدا ولم يكن منها بشيء لذلك نستطيع أن نرى الإرهاب من وجهين نستطيع أن نرى الإرهاب أو لا أعلم يعني بده إسلاماوي يعني أو الإرهاب الجيشي مثلا أو الإرهاب العسكري نعم أستاذ بيلان دعنا نتحا يعني يبدو أن الوقت داهمنا كنت أحب أعرف يعني نتحدث عن حماية الضحايا الإرهاب يعني هناك من يرفع قضايا الآن دوليا حول تعويضات تعطى لمن نجوا من المعارك والحروب والإرهاب في أكثر من بلد هل هذا يكفي برأيك لا يكفي الحقيقة حتى هذه القضايا تواجهها إشكالية الإثبات بأنه عليك أن تثبت بأن ما تعرضت له هو جريمة إرهاب طبعا هذا الموضوع من يستطيع إثباته إلا النزر اليسير والقليل الذي تكون حالته اشتهرت إعلاميا أو أنه مثقت حالته من قبل مؤسسة ما أو مجموعة ما أو تواردت فيها الأمور لذلك تكون من الصعب جدا وحتى المحاكم الدولية اللي نسميها التابعة للغرب لا تقوم بإدانة الغرب بالإرهاب كذلك المحاكم الوطنية التابعة لأنظمة ديكتاتورية لا يمكن أن تخرج وتدين حاكم أو جيش أو فئة معينة من الدولة بأنها مارست الإرهاب وكلها مربوطة بقرارات سياسية مع الأسف الشديد جزيل الشكر لحضرتك أستاذ بلال محفوظ المحامي والناشط المقدسي كنت معنا من القدس المحتلة مشاهدين أشكر حسن المتابعة نحبكم بلا حدود إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر